أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم قصبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأب فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دوني إلا أن لقد قلنا إذا من شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلنا لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أعلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وإذا غربت تقرضهم ذات الشمار وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمار وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون سلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعى قل الله أعلم بما لبثوا له قيم السماوات والأرض أبصد به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبط نفسك مع الذين يتعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحته مرحبا أولئك لهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبثون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائق نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو غالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما قال إن رددت إلى يا ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك إن تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطبة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا صدق الله العظيم للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية